بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم مبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسني ما تنتمنى اللي تشوف الفيديو يكون بخير وعلى خير وبصحة جيدة سنشكر أحبابي اللي تخليوا تعليقات بنا وتشكروا القناة إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا بصحة جيدة ويبعد منكم يا ربي شر الوباء لنا ولكم للمؤمنين والمؤمنات اليوم إن شاء الله بحول الله وقوته اليوم غادي نحطوه أحد الوصفة لجلب الخطاب إلى باب العتبة ولو إحنا في حبسة أو في ضرف موقات إن شاء الله ولابد ربي غادي فاجهة ولابد ربي غادي حلبيبن وإحنا عدنا يقين في الله سبحانه وتعالى بزا 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 وغادي نقول لكم كونوا متفائلين وغادي يكون غير الخير حيدوا عليكم حيدوا عليكم فات شعبان إن شاء الله يدخل عليكم رمدان بالصحة والعافية وكل ما تمنيته يا ربي وصفة ديالشعبان لجلب الخطاب أول حاجة غادي نديروه غادي ناخدوه قرعات المظهر على أسس بغيت نجلب الخطاب إلى العتبة بغيت أنا نجيب الزوار إلى العتبة يجيوا يخطبوني تآنا ونكون قبل ما الرمدان أو مرمدان العلم عند الله المهم بغيت ندير السبب السبب اللي غادي نديروه هو ناخد ورقة أستيلوه ورقة عادية أستيلوه عادي لونه يكون أحمر أخضر أزرق انتوما على حسب اللي موجود عندكم ولكن أنا حطيت لكم الأسود هذا اللي عندي موجود إن شاء الله انتوما غادي أشنو غادي تكتبوا هاد الآية إن شاء الله وغادي تحطوها في الماء الزهر ولكن يكون وجوج ورقات وحده غادي نهزة معايا في الشعر ديالي وحده غادي نحطها في ماء الزهر الناس اللي بغاوا هاد الوصفة يديروها إن شاء الله غادي يكون يقينا أن الله سبحانه وتعالى هيستجب لكم الدعاء وغايتستجب لكم بحق هاد بحق هاد الصورة الشريفة ولكن إنتا غا نكتبها غا نكتبها في الجمعة هاد اللي يجي يا إن شاء الله مع الأدان ديال يقول الله أكبر هذا الأول ديال الجمعة غادي نكتب نكتب هاد الآية إن شاء الله نكتبها جوج مرات عندي جوج ورقات وحده غادي نهزها في الشعر ديالي أو نهزها معايا في المحفظة ديالي أو نهزها في أي بلاسة المهم نكون الوقت اللي غادي ربي سهلو ندون خرجوه غادي بري تهزها معاك في أي بلاسة مشيتي ولكن هاد الماء الزهر غادي نوضع فيه ورقة وحدة لأنني من الأحسن خدوا قلم أخضر باش الأيام ديالكم تكون إن شاء الله تكون لونها أخضر إن شاء الله غادي تكتبوا الورقة اللولة غا تحطوها في الماء والتانية غادي تزوها معكم ولكن أش غادي تكتبوه هتكتبوها إما بالألوال اللي بغيتوه لكن فضل أنا اللون الأخضر إن شاء الله ديروا اللون الأخضر أحسن باش الأيام ديالكم تكون زوينة وتكون إن شاء الله تجيب غير الحد وتجلب غير السعد وأنا غادي نكتب أعود بالله من الشيطان الرجيم نكتب ورقة نحط هنا ونكتب الورقة نحطها هنا وغادي إن شاء الله ننديرها نهار جمعة مع الوقفة للآدى الأول أو الآدى الثاني غادي نكتبها بستيلو أخضر أو أحمر المهم أنا حطيت ستيلو أسود ولكن تمامل أحسن كتبوها بلون أخضر غادي تأخذوا إن شاء الله هاد الورقة تبرموها مزيان وتوضعوها في ماء الزهر وهادي كتبوها بشيلاستيك أو بانضة ديالشعر تديروها الوسط وتخيطوا عليها وإما تديروها في المحفظة ديالكم إن شاء الله من غادي جدوه تخرجوه غادي إن شاء الله تديروها هاد الماء الزهراش غادي ندير به غادي ندوزه كل يوم فات شعبان ندوزه على الوجه ديالي وعلى الصدر ديالي والرش العتبة الرشوية العتبة منه على أساس أنني لابد إحنا مدم تناكل وتنشربه لابد نتفعله الخير إن شاء الله إذن أحبابي في الله ما بقاليا غير نقول لكم حاولوا تديروها فات شعبان رزوينة وصفة شعبان جيدة في الزواج إذن أحبابي في الله تنتمنى أنكم تدعموني وتفعلوا الجرس وتأبنوا بحول الله وقوته وغادي نقول لكم الله يسهل على البنيات كامل يا ربي أمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته